فيتوريا ميشي ولا لسه ممشيش؟ السؤال ده بيتردد على لسان كتير من متابعي كرة القدم في مصر وده طبعا بعد الأداء السلبي جدا اللي كان بيلعب بيه المنتخب في مباريات كأس الأمم الأفريقية والحقيقة اللي استفز الجمهور جدا وخلى المسؤولين ياخدوا قرارات عاجلة وسريعة كان من أهمها هو تغيير المدير الفني للمنتخب والاعتماد على المداربين المحليين وإعطاء الفرصة لعلها تكون السبب في تحقيق أفضل نتائج في تغتيتنا دلوقتي أنا وضح لحضراتكم إيه موقف فيتوريا هل ماشي فعلا ولا لسه ممشيش؟ ومن هم كمان اللعايبة اللي تم استبعادهم من قبل فيتوريا قبل ما يمشي كل ده وأكتر من خلال تغتيتنا دلوقتي الإعلامي أحمد شبير فجر مفاجأة مدوية بخصوص إنهاء التعاقد مع البرتغالي لغوي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وقال شبير فيتوريا لم يرحل عن تدريب منتخب مصر المدرب البرتغالي راح لاتحاد الكرة بصفة المدير الفني لمنتخب مصر وأكد إنه محدش بلغه بالرحيل وإنه قرأ الخبر على صفحة الاتحاد زيه زي الجماهير كمان قال إن فيه جلسة جامعة واليد العطار المدير التنفيذي مع فيتوريا عشان يتم الوصول الاتفاق معه لفسخ التعاقد بالتراضي أكد إن ده كان أول تحرك رسمي من اتحاد الكرة لإنهاء عقب فيتوريا غير كده كمان أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر أوصى باستبعاد ست لعبين من قائمة الفرعنة أبرزهم كان محمود كهربا ومحمد عبد المنعم وقال كمان مهيب من أسبوع فيتوريا أوصى باستبعاد عدد من اللاعبين من منتخب مصر وإن اللاعبين هم كهربا زي ما قلنا ومحمد عبد المنعم واحمد حجازي واحمد فتوح وكمان مهند لاشين وفي الأخير كان محمد أبو جبل خلونا نقول يعني إيه اتحاد الكرة كان أعلن عن تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر خلفا لفتوريا وده بسبب النتائج السيئة اللي حققها منتخب مصر في طول الكأس الأم الأفريقية عشرين تلاتة وعشرين زي ما كلنا شفنا وتابعنا من جهة تانية أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري لنتسوية مستحقات روي فتوريا لمدير الفني السابق لمنتخب الوطني مع الإدارة القانونية للاتحاد وأنه لم يتم الحديث مطلقا عن اعتذار حزم إمام عن عدم الإشراف على منتخب مصر ولم يتم مناقشة منصب المشرف العام مع حسام حسن قال كمان حاليا بنرتب مع حسام حسن الجهاز الجديد في ظل وجود ارتبطات قريبة خلال شهر مارس وأيضا تصفيات لكأس العالم في شهر يونيو ولازم يتم المساندة ودعم الجهاز الفني من جانب جميع عناصر المنظومة الرياضية وضع كمان أن مباريات شهر يونيو مهمة جدا وهتكون نقلة مهمة لمنتخب مصر ومبراهيم حسن دائم الحضور لاتحاد الكرة وفيه تعاون كامل مع جميع الإداريين لتزليل كافة العقبات وترتيب معسكرات المنتخب وأنه متواصل معاه وأن أي أمور متاحة لتنظيم المباريات سوف يتم الوافق عليه لكنه لن يحسم أي شيء إلا بعد الجلوس مع حسن حسن قريبا قال كمان مش عايزين ندخل في دوامة جديدة بخصوص تأخر انتهاء المسابقات المحلية ولكن بنفكر دايما في المستأمل أن أي تأجيلات حالية هترهقنا في الموسم الجاي ولكن من الوارد تأجيل نهاي كأس مصر في حالة تعارضه مع معسكر منتخب مصر قال كمان أنه هيكون في تنصيق ما بين حسن حسن وعلاء نبيل الموديل الفني لاتحاد الكرة بخصوص مستقبل كل البطولات المحلية وكمان توسيع القعدة وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروعات حتى الآن محمد يوسف كان هيتواجد ضمن الجهاز الفني حالة تعاقد مع مدارب أجنبي وهو بيمتلك من الخبرات اللي تخليه يتفهم القرار صادر من تحاد الكرة بشأن اختيار جهاز فني مصري ولكن في النهاية اعتذر من تلقاء نفسه بعد تعييد حسن حسن مدير فني لمنتخب الأول كمان قال علاء نبيل هيكون مسؤول عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات مصر وإن أي أمور هيتقدم بيها هيتم مناقشتها بشكل رسمي والتحاد الكرة مش هيمانع في أي تغييرات للأجهزة الفنية للمنتخبات حسب رؤيته عسن حسن له مطلق الحرية في اختيار الجهاز المعاون له اللي هيشتغل معاه في المرحلة المقبلة أنها كلامه وقال الجدول المعلم بالدوري لكل الأندية وأي تغييرات أسعى لمعالجتها سريعا وتقليل الخسائر من أجل المصلحة العامة وعدم بدء بطولة الدوري المصري فور الخروج من أمم أفريقيا بسبب وجود لعبين أجانب في المطولة كما أننا قمنا بعداد الجداول قبل المباراة وسوف تعود البطولة وكان من الصعب إبلاغ الأندية بالعودة بشكل سريع خصوصا أنهم حصلوا على راحة ثم بدأوا فترات إعداد والدوري المغربي لم يتوقف بسبب عدم وجود لعبين دوليين في المنتخب بالتأكيد في النهاية رحب نقول أننا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري ونشوف كرة حلوة قريبة إن شاء الله على أرض الملعب ونبعد عن الخلافات اللي خلت المنتخب بحالة غير جيدة ومش متعودين عليها أبدا مشاهدين إلى هنا تمتهي تغطيطنا لمزيد من المتابعات والتغطياط زروا موقع صدر بالغبير لنشك لكم مرة تانية على طيب المتابعة وإلى اللقاء